تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من قصة كل جمعة اللي بتجيكم مني أنا محمد عواد عبر قناة سلبي سبورت الأكتر تنوعا من حيث أشكال وأفكار المحتوى وعشان هيك بندعوكم تشتركوا فيها وأنا صغير كان في مجلة ورقية اسمها مجلة السقر وكان في كثير مجلات سوبر مجلة عيناوي كان كثير مجلات رياضية وصلنا محلية وخالجية وكنت دائما عندي هواية بصراحة أقصقص صفحات وألزقهم بدفتر والحمد لله ما زلت محتفظ بهذه الدفاتر في الأردن يعني بكل تاريخ الرياضة هذا اللي كان على الورق لكن فيه واحدة من طفولتي بصراحة لا تذاكرها لأنها الفكرة كانت حلوة في مجلة السقر كانوا أعتقد كأسر خليج لكرة اليد أو ما شابه فركبوا صور ردود فعل المدربين على صفحتين أو ثلاث وكان العنوان ما معناه المحروك دمهم بصمت يعني الناس المعصبة واللي لحد ما حدا سائل فيهم هم متوترين ومعصبين الناس تذكرهم لما يخسروا ولو أنت بتلعب بلاي ستيشن بفريق ضد صديق لإلك وتخلي لعيبتك يعملوا أجمل الجمل التكتيكية من هذا لرفع العرضية لوسع لإلعاب انفردت وعندك مهاجم كل ما تعطي لك رباب المرمى بيقولك أنا آسف أنا مش بيومي مش راح أسجل هدف اليوم حضية شوي شوي حيعصبك حيوترك وحيصير نفسك تدخل على التلفزيون وتخنقه فعليا لكن مش حتعملها لأنك بتخاف تدخل وصديقك يدفع لك التلفزيون وتعيش للأبد في عالم الأسلاك بس في الواقع الكروي المدرب دوره مش يعصب ولا يدخل على التلفزيونات المدرب دوره يظل حكيم يكون هو العقل واللعيب العضلات وإذا تغيرت الظروف وتغيرت الأحوال وصار المدرب هو العضلات وليس العقل بتدخل معنا بقصة الجمعة مثل ذي اليوروسي اللي حنتكلم بقصة اليوم واللي بأكد مقولة بنعرفها جميعنا الغضب لا يستطيع بناء شيء لكنه يستطيع حدم كل شيء واللي بأكد أنه ما تصدقوا اللي قالوا نزار قباني وغنتوا أصالة نصري أنه اغضب كما دشاؤه فمش عخاطرك تغضب كما تشاء أبدا ديليوروسي من موليد عام 1960 لاعب وسط لكن ما لعب بالدرجة الأولى متقضيها درجة الثانية الثالثة أندية مغمورة لمستوى أنه أشهر نادي لعب معه على أغلب كثير ناس من الجيل الحالي بتعرفوا نادي فوجيا الإيطالي لاعب مسيرته كانت سيئة لكن لما قرر يدخل عالم التدريب قال أنا بدي أترك بصمة بدي الناس تعرفني ذهب وأخذ شهادة علوم الرياضية وحصل عليها بمرتبة الشرف والامتياز ومن عمره 29 سنة دخل عالم التدريب وكان من أصغر المدربين في فترته التراوح عملوا ما بين فرق صغيرة فوجيا بسكارة سالرينتانا وفي عام 97 تولى سالرينتانا وأهلهم للدرجة الأولى في الموسم التالي واكتشف لعبين كانوا علامة فارقة في الدور الإيطالي لسنوات والكل بيعرفهم تيدسكو من جهة وماركو ديفايو من جهة أخرى اللي وصل لمنتخب إيطاليا ومثل يوفنتوس أيضا ونتيجة كرة الممتعة والرغب الهجومي اللي كانت عنده بالدرجة الثانية قبل الصعود مع سالرينتانا أصبح عنده رقم قياسي في تلك اللحظة مبيعات التذاكر الموسمية لفريق في الدرجة الثانية وصلت لـ 14676 زي ما حكيت رقم من الأرقام المميز جدا في تاريخ هذا النوع من المبيعات في الدرجة الثانية الإيطالية صعد مع سالرينتانا ولعب معهم بالدرجة الأولى وبشهر ثلاثة بيّن إنه حيهبط فتمت إيقالته وبعدها أصبح اسمه معروف بالدور الإيطالي وأصبحت الأندية اللي خايفة تهبط تستعين فيه والغريب جدا أنه معظم تجارب الإنقاذ اللي دخلها فشل فيها وهبطت الفرق هبط مع ليتشي مثلا ثم عادوا صعد فيهم هبط مع أطلنطا في عام 2005 وتم إيقالته وهون صار في شي غريب في عام 2005 مدرب بتحسوا إنه كويسة الدرجة الثانية بالدرجة الأولى ما عم بيعرف يديروا الأمور وعم تفقد منه السيطرة بس فيه رئيس نامي لاتسيو لوتيتو كان فرق بيعاني ماليا دور عمدرب كرته كويسة يبدو إنه عنده شيء بس نقصه الأدوات ومتعود على ميزانيات قليلة ديليو روسي بشكل مفاجئ جدا عام 2005 وهون بدأت قصة هذا المدرب بالصعود والتحول لمدرب معروف بالدرجة المبتازة الإيطالية أربع مواسم قضاها روسي مع لاتسيو هي الأفضل تقريبا في مسيرته بعد الكالتشوبولي قادهم لدور الأبطال رغم إنه الفرق كان عم بيعاني لأنه أحد المعاقبين في دور الأبطال فاز بكأس إيطاليا أيضا 2009 وذلك الفوز جاء على حساب سامدونيا براكلاك الترجيح بعدما كان أخرج ميلان ويوفنتوس في طريقه للمباراة النهائية لعب معهم دور الأبطال خلى لاتسيو فريق معروف قدر يحب خلينا نحكي حجر بناء ينبني عليه لاحقا لكن بعدما توج بالكأس كان في خبر مفاجئ إنه عم بيخرج لأسباب شخصية وهذه الأسباب الشخصية تبين لاحقا إنها خلافات فعليا مع إدارة لاتسيو على شو لازم يصير بعدما الفريق فاز بكأس إيطاليا وشو لازم يحقق الموسم المقبل وشو لازم يجي لعبين لروسي ثم كانت إلو تجربة ممتازة مع بليرمو أطلق فيها لعبين منعرفهم إدنسون كافاني اللي كان مش لاقي المرمى قبله خلاه يعرف طريق المرمى كويس إليزيتش نجب أطلنت الحالي أيضا هو من الناس اللي أطلقهم في الكرة الإيطالية وخافية باستوري اللي انتقل لاحقا إلى باريس سان جرمان كان مرحلة ممتازة جدا في بليرمو أهلهم دور أوروبي لعمحهم نهائي الكأس ولكن خلال هذه الفترة الجميلة كان في قطعة غريبة قطعة لمدة شهر بالضحاك اللي هي خسر 7-0 هو مع أودينيزي في ملعب بليرمو طبعا زامباريني كان رئيس نادي بليرمو أي شيء أي غلطة بطردك كان معروف ممكن يحط ثمن مدربين بالموسم ومباشرة زامباريني أقاله لكن تم تعيين مدرب بداله اسمه كوسمي وبعد أربع سبيح هذا المدرب خسر الدربي مع كتانيا فتمت إقالته وإعادة روسي اللي وصل في تلك الفترة لنهائي كأس إيطاليا لكنه في نهاية الموسم اجتمع مع زامباريني يعني قال له أنا عاوز رجعت صلحت المسار ووريتك أنك انت غلطان الآن شكرا أنا ما رح أقدر أكمل معك كان في خلاف كبير بينهم كيف بدهم يديروا مشروع باليرمو وثبت على اللونغ تيرم أنه روسي كان أفضل شيء حدث ليه زامباريني بفترة من الفترات وهو نفسه يعني اعترف أنه ربما لو استمر هذا المدرب ما سأت ظروف النادي المالية كما سأت معه في نوفمبر 2011 اتولى دالي روسي تدريب فيورنتينا قرار كان يبدو جميل في بدايته روسي بورث فريق في لعيبه كويسين كثير لكن باطنه كان خطير جدا روسي بتتجربته مع فيورنتينا عمل بصمتين بس بصمة حيندم عليها للأبد وهي قصتنا وبصمة ثانية أضر فيها ميلان جمهور ميلان في موسم 11-12 مقتنع تماما وحقه يقتنع أنه هدف منترس صحيح جدا وتم إلغاؤه هو سبب ضياع الدوري يقصر ميلا خمس نقاط هزمهم متعادل معهم أخذ منهم أربع نقاط يعني وخسرهم خمسة هذا الشي الأول لكن في نفس ذلك الموسم فيورنتينا كان عم يعاني وصل الجو لستة وثلاثين ومحتاج الفوز عن نوفارا صاحب المركز قبل الأخير عشان يضمن بقاوه الصدمة اللي صارت نوفارا بتقدم بهدفين في الدقائق الأولى من اللقاء هناك قرر روسي عمل تبديل مبكر في الدقيقة الثلاثين يطلع لعب اسمه آدم اليايتش آدم اليايتش في تلك الفترة كان موهوب يتكلموا عنه كثير الناس وكاد أن يتعاقد مع مان يونايتد قبلها بسنتين تقريبا ولا مستوى أنه قلوا صور مع فريكسون أنه كان زاهر الأكاديمي وخلصوا بيدهم إياه لكن صار شي غريب غامض لحد الآن ما حدا بيعف شو صار أفشل الصفقة لاعب ارتبط اسمه بتلك الفترة قبل ما يروح على فيورنتينا بكثير أندي أوروبي أنه كأحد المواهب الأفضل في أوروبا اللي قادمة من صربيا اليايتش خرج بعد ما بدل ودخل بداله لعب خبرة في الدورة الإيطالية اسمه روبين ألوفيرا أريقوياني سبق أنه لعب مع يوفينتوس عنده خبرة بالدورة القرار كان ناجح لأنه قدر فيورنتينا يرجع بالنتيجة 2-2 لكن لحظة القرار كان سان فيه مصيبة اللعب هو طالع ما طلع هو ساكت صار يزقف له ويقول له هيك أوكي وكان يحكي كلمات شو كان يحكي لا حدا بيعرف لكن ردت الفعل الغريب من ديوروسي أنه راح مسكه وتحول من روسي لتايسون وقرر يضربه ادخل الناس منعه يكمل عليه بالضرب لأنه كان ناوي يكمل كما يبدو والقرارات جاءت بسرعة فيورنتينا ما نايم روسي مدرب وأصدر قرار بعد نهاية المباراة بساعات قليلة بإقالة ديوروسي الاتحاد الإيطالي ثاني يوم صباحا كان عم بوقف المدرب ثلاث شهور عن العمل في أي مجال كرة قدم وكان هذا الإيقاف على المستوى الدولي وليس على المستوى الإيطالي فقط هون الناس بلشت تسأل شو اللي بيخلي مدرب يفقد أعصابه ويطلع يضرب لعب ديوروسي خرج ريال أسائلي لعائلتي وبغض الصحفيين وخبر خليني أوضح يعني على الأغلب مش أكيد لأنه ما لجيت مصادر كثيرة عم بتوافق عليه سواء في 2012 أو الآن إنه شتم ديوروسي بابنه المعاق إنه عند روسي ابن معاق وقال له إنت معاق زي ابنك فهي رجلة الفعل إجت كبيرة وهون ربما الناس استندت لتفسير تصريح ديوروسي في أمور لا أقبل التفاوط عليها بحياتي منها عائلتي لأنه هو ديوروسي طلع في المؤتمر الصحفي ثانيا واعتذر عن الخطأ لكنه قال جملة شهيرة الخطأ غير مقبول لكنه مفهوم إنسانيا هنا ما كان هو ما دخل بالتفاصيل في المؤتمر الصحفي رجعت شفته كامل ما دخل في التفاصيل أبدا شو وقال له لعياتش لكن في لاعب اسمه بهرامي كان موجود في دكة الاحتياط خرج وقال ديوروسي بيقذب اللاعب ما شتمه بعائلته أنا ما سمعته حكى هذا الشي كل اللي كان إنه عم بيصخر من قراراته التكتيكية كثير مطالبات للشرطة تتدخل لكن الشرطة أصدرت بوضوح إنه أنا ما حدا قدم لي شكوي لا نادي ولا لاعب ولا اتحاد إيطالي أنا ما بتحرك عن اللي بشوفه لا زي الناس تيجي تشتكي لأنه هذي مشكلة بين اتنين بعدها بيوم التصريحات في إيطاليا كانت صادمة شوي لمستوى إنه البعض صار يعتقد إنها إيطالي ضد غير إيطالي لوهله خرج رئيس نادي في يورينتينا نفسه التصريحات ما فادها هذا أصعب قرار أخدته بحياتي أنا آسف جدا عليه لكن لابد من الانفصال ثم خرج مدرب سيينة بتصريحات قال المدرب هو الإنسان الوحيد الوحيد في كرة القدم يعني الوحيد اللي ملوش حدا في كرة القدم وبيعيش التوتر وبيقاته لوحده ولما يساء احترامه قد يستفز أنا حزين إنه الناس حتتذكر ديلي روسي بهذه الحركة المسيئة لمسيرته نائب رئيس نادي ميلان قال ياني أيضا قال بلغ روسي بردة فعله لكن تم استفزازه وأضاف على اللاعبين يحترموا مدربينهم مدافع فيورينتينا سيزار نتالي طلعه قال يعني أنا حزين للاثنين أنه واحد خسر عمله والثاني يعني ينضرب بس والله أنا شايف إنه الياييتش كان بإمكانه يتجنب كل هالمصيبة لو قاعد على الحتيات زي هالناس ما بقعده ردة فعل قوية من مصادر إيطالية كلها بتدافع عنده لروسي ربما اللي خبرته ربما لأنه قصة الابن المعاق حقية بس زي ما قلت أنا مش متأكد وهذا الشي ربما اللي دفع فيورينتينا بعدها باسبوع يطلع عدم الياييتش بفيديو على يوتيوب يعتذر عن اللي عمله وطريقة تصويره كأنه لاعب بالمتهم ولا مختطف وعب بيسجل فيديو لعائلته ولازم أوضح إنه جزء من مشكلتي الياييتش مع روسي ما بلشت هناك الياييتش كان عم بيشتغل مع ميهايلوبيتش مدرب بيحكي لغته بيعرف ثقافته فكان عم بيلعبه كثير لما إجا روسي قلت دقائق واعتماد اللاعب وبلش كل يوم روسي يحطه في مكان هذا الشي التوتر التراكم من التوتر وصل لهذه الحالة بس لجي التقرير على البي بي سي عجبني اللي قرأته فيه بيقول التقرير إنه أي مدرب بيطلع لاعب بالثلاثين دقيقة الأولى تعتبر نوع من الإهانة لللاعب أو تعتبر قرصة إذن شديدة إلو إنه مستواك سيئ يا أخي أو ما بترد عن اللي بحكي لك إياه آخر شي بتوقعه المدرب من هذه الحالة إنه اللاعب يظهر كأنه مش سائل في اللي بيصير في الملعب وكل اللي بهمه يظل في الملعب فلما اللاعب اعترض وقال ومش فارقة معاه فريق وخسران اثنين سفر وممكن يهبط هذا الشي رسل رسالة مستفزة جدا لروسي إنه أنت مش سائل بكل شيء وروسي اللي شعر إنه لوهلة إنه كل اللي بيعمل وقاعد عم بينهدم الآن بيسير التصرف ربما شاب صغير فخرج عن أعصابه وكأنها بيسي بتقول اللاعب عم بيغلط وعم بيستفز فردة الفعل إنسانية لكن مش منطقي ظل مدرب لأنه بلحظة ما مد إيده حسب وصفها على لاعب آخر فقد احترام جميع الموجودين في النادي فقد احترام الجماهير فقد الثقة برجاحة عقله اللي هي أساس عمل أي مدرب ديلي رسي بعدها ما عاد نفس المدرب صراحة ودخل بتجارب سيئة حتى تسردها آخر شيء بس مثلا في عام 2017 أثناء قيادته لسم دهر يلف وص 3-1 على روما بقيادة إيكاردي دخل بشوشرة مع لاعبة روما وقام بحركة غير أخلاقية وهناك خرج رسي ثاني اللي هو دانيل بيروسي لعب وسط روما بتصريحات انتقدوا فيها بشدة وقال أنا مش متخيل يصير عمري 50 أو 60 سنة وأعمل حركاته غير الأخلاقية في الملعب أنا مش متفاجئ هالمرة مع أني ما بصير أنتقدوا لأنه أكبر مني مش متفاجئ إلو سوابق منعرف عنها بتصرفاته المشينة من قسين رسي أصبح بعد هذه اللقطة عبارة عن مدرب يفقد أعصابه كثير في الملعب وكأنه نكسر فيه شيء تدريباته يدرب جنوى سنة سامدوريا سنة والسنة الثانية سيئة جدا فيقال لمستوى أنه بعام 2020 أسكولي أعلن تعيينه وبعد شهر أعلن إقالته لأنه في ست مباريات جاب نقطة واحدة يبدو كمن كسر الشغف فيه كمدرب في المقابل اللي يايتش مسيرته مش كثير تأثرت الموسم اللي بعده لعبة كويس راع على روما وأعير للإنتر والآن بيلعب مع بشكتاش وما زال لعب دولي في المنتخب الصربي حتى الآن يعني اللاعب ما خسر كثير إلا الضربة اللي أكلها والمدرب اللي مسيرته سأت بشكل وفقت السيطرة بشكل واضح وللعلم وأنا بدور عن قصة وجدت شركة استشارات في الموارد البشرية عم تستخدم المثال وتدرسه قانونيا فبتقول في بريطانيا هذا الموقف لو صار أول شيء يجمد دفع الراتب للمدير فورا ثم يتم التحقيق ولو ثبت أنه في عدداء يتم إقالته بدون أي نوع من التعويضات وقالت القصة بتشبه أنه مدير حط استراتيجية وموظف رفع إيده وقال له أنت غلطان بطريقة فيها سخري يروح المدير ضارب الموظف شركة استشارات زي ما شفنا استخدمت قضية روسي اللي تشرح عليها قوانين الموارد البشرية في بريطانيا قصة بتوريك أنه اللقطة واحدة ممكن فعلا تغير جزء كبير في حياتنا لحظة ممكن تكسر شيء جواتك من الشغف من الرغبة من التركيز حتى أو من الاستعداد للتضحية عشان تحقق شيء شيء بيشبه بعض الأحيان اللي صار مع الجوكر بالكوميكس وبالأفلام اللي منشوفها لحظة حوله من إنسان عادي مظلوم لإنسان ظالم مجرم شيء بغير نظرة الناس لإلك تماما وهنا بنفهم أنه الغضب عدوه داخلي يقنبه لموقوته إذا أنت متعود أنك تزعل على كاسة مية وتزعل على أكله يوما ما ممكن يفلت منك بموقف كثير أكبر من هيك وما تقدر تسيطر على نفسك وتندم كثير بعدها شابي خلينا نفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب بنوصل هنا نهاية حلقة قصة الجمعة اللي تجيكم مني أنا محمد عواد بذكركم تحكوا لي في التعليقات شو بدكم القصص وبنفس الوقت تشتركوا بقناة سيفيس بورت على اليوتيوب وتشعروا الفيديو وتتركوا لايك لأن هذا الشي عم بيخدمني بوصول الفيديو للناس أكثر والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة